اشتركوا في القناة هذه نقطة نقطة رقم 2 بأن هناك تداولات تصير عن طريق البنوك يعني أعطيك مثال أنت عندك عمارة راهنا عن طريق بيت التمويل أنا ممكن أقول لك أبي أشتري العمارة وبيتهم ولا عن طريق بيت التمويل فلا أنا ولا أنت مضطرين نروح لوزارة العدل والتالي هذا التداول وهو غائب عن الدولة رقم 3 لو تراجع التقارير التي تصدرها وزارة العدل التقارير للسبوع والشهرين سترى خطاء رهيبة وغريبة وتعطي انطباع خاطئ لكل متلقي للمعلومة أعطيك مثال لو فرضنا مثلا في بلوك نباع بمنطقة الصديق عبارة عن 10 أراضي ونفرض نباع 5 مليون مع الأسف مثلا نحن نشوف أنه يحطون أرض أرض ويقولون يمهى أنه نبعت ب 5 مليون فهي الأصل أن البلوك كامل من 10 أراضي نباع 5 مليون وبالتالي هذا يعطيك انطباع بأن المعلومات اللي قاعدتي معلومات خاطئة لما تقول له بعمليات ما هي صحيحة هي فيها خطأ كبير قد يكون بالزايد وبالناقص هذا يعطيك انطباع أن السوق ممنظم السوق ممنظم لأن عمليات التقييم مثلا اليوم ما هي مربوطة بأساس علمي ما هي مربوطة بمعايير وأسس متعلقة بجهات دولية للتقييم ومع الأسف هذا الشي قاعد يأثر بشكل كبير جدا